اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدنيا معلش جمعنا الطريطة المعروضة عشان خلال المروحة عشان ناس كده الكلمتنا عن موضوع العرق وكده معلش هتلاقوا صوت المروحة عالي شوية في الكاميرا بس اكيد هيكون اهوان من العرق المهم طبعا اتعرفت اولا اما اشتريت كارت 1080 قوية من الامازون وفتحت العلبة لقيتها 1060 انا قلت ان دي غلطة الاسوس وزاي الاسوس يعبنه وكده وكده بس في الحقيقة ثبت ان الموضوع طلع مش غلطة الاسوس في كاب مثال هورغوم لكو دلوقتي هتبته الكلام فانا حب بقى حققاني واقول ايه اللي هي واللي علي ودلوقتي هور انكو الامثلة اللي بتثبت كده تعالوا نخش على موقع الامازون ونشوف اللينك اللي انا كنت اشتريت منه الكارت تعالوا كده نشوف الناس اللي اللي حصل معها المشاكل ومدينت تقييم وحش بصوا لفت انتباه حاجة لاتحل بصوا ده جمعة واحد فتح العلبة الاسوس مسترجعة قبل كده. لان حتى بصوا الراجل كاتب ايه? الراجل كاتب and received and obviously returned item. يعني الحاجة اللي جات له دي واضح ان هي كانت حاجة مترجعة قبل كده وجات له تاني. على انها جديدة. فواضح ان دي اخطاق يا من الامازون يا من الطجار. تعال اوريكم حاجة كمان تثبت الكلامي. شوف الجيجا بايت. هنشوف الجيجا بايت اوروس جيتي اكس 1080 اي. ستريم. هنشوف اراء الناس برضو. نشوف الناس اللي حصل معها مشاكل. اهو. اه واحد بيقول الكارت اللي في العلبة 1080 مش 1080 اي. اهو. نفس المشكلة اللي حصلت معي حصلت اهيت. والمرة دي في كارت جيجا بايت مش في كارت اسوس. بس مش معنى كده ان انا هشتري كارت الاسوس. لا طبعا. ليه. لاني عرفت من الناس كتير ان الاسوس طبع ضمان. الكيو دي اس اللي هو الاوتس. والضمان ده الناس كتير بيشتكل منه بيقولي مش طعب تخطي حقك منا. يعنى انت ممكن تجيب الكارت بايز تخسر فلوسك بالكامل ما تعرفش تغيره في الضمان. فطبعا انا مش غابي عشان اقرر بلطة المرة التانية. وشكرا جدا لكم وهي لقاء اخر في فيديو بجيء.